وينضم إلينا من إسطنبول مراسل الغد علام سبيحات علام لقاء بروكسل يأتي بعد استياء أوروبا من عدم التزام أردوغان باتفاق لاجئين عام 2016 يعني فهل تتوقع أن يستجيب أردوغان إذا ما طلب منه المسؤولون بالاتحاد الأوروبي العودة إلى الاتفاق من خلال هذا اللقاء ما يتوقعه الجانب الرسمي التركي وما أعلنه رسميا أيضا هو أن يستجيب الجانب الأوروبي كما قال لهذا الاتفاق بمعنى أن أنقرة تتهم الجانب الأوروبي بدورها بعدم الالتزام بالاتفاق الذي وقع في الثامن عشر من أذار من العام 2016 بخصوص تبادل اللاجئين والمهاجرين بين أنقرة وبروكسل والاتحاد الأوروبي وبالتالي ما سيتم بحثه اليوم هي ملفات مهمة جدا وكلها بمعظمها على الأقل تتعلق بشكل مباشر في ملف اللاجئين والمهاجرين الذين باتوا يشكلون خطرا على الدول الأوروبية عند حدودها الشرقية تحديدا مع اليونان وبولغاريا الملفات الرئيسية هي سيحاول الجانب الرسمي التركي الحصول على دعم أوروبي من خلال ورقة اللاجئين في مخاططات تركيا في الشمال السوري وتحديدا ما يتعلق منها بإنشاء منطقة آمنة لإرسال اللاجئين والمهاجرين إليها وثانيا سيحاول إحداث تقدم ما في موضوع رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وثالثا زيادة الدعم المالي المقدم من الجانب الأوروبي إلى أنقرة وكان في السابق 6 مليارات يورو كانت قد تعحد بها جانب الأوروبي ستقدم إلى أنقرة قدم جزء منها ولكن أنقرة تقول أن الجانب الأوروبي لم يلتزم بها بينما تقول بروكسل أن الالتزام مستمر بحسب الترتبات الزمنية وبالتالي هذه هي الملفات الرئيسية كلها تصب في ملف اللاجئين والمهاجرين أنقرة تقول أنها تريد أن تحصل على المزيد من الدعم الأوروبي في هذا الإطار خاصة وأنها تستخدم الآن بشكل واضح ملف اللاجئين والمهاجرين الذين باتوا يشكلون فعلا تهديدا وأرقا شديدا للجانب الأوروبي عند حدوده الشرقية نعم علام سبيحات مرسل الغد من أستبول كلتا معنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر